أجل مجلس الأمن الدولي جلسة التصويت على مشروع القرار الجزائري بشأن العضوية الفلسطينية الكاملة في الأمم المتحدة إلى غدير جمعة كان المجلس قد قرر عقد الجلسة بعدما طلبت السلطة الفلسطينية من المجلس النظر مجددا في الطلب الذي قدمته عام 2011 لنيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة وتحصل أي دولة على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة بعد موافقة مجلس الأمن ثم موافقة سلسي الجماعية العامة على الأقل وسيمثل الحصول على العضوية أعترافا كاملا بالدولة الفلسطينية